بسم الله الرحمن الرحيم استكمالا لما بدأناه في المحاضرة الماضية نستكمل الحديث عن الأرقان الموضوعية العامة لعقد الشركة تحدثنا في المحاضرة الماضية عن رقم الرضا وعيوب الرضا أما هذه المحاضرة سوف نتحدث عن رقم المحل والسبب والأهلية فما المقصود بمحل عقد الشركة؟ محل عقد الشركة هو المشروع المالي الذي يلتزم الشرقاء بالمساهمة فيه بتقديم حصة من مال أو عمل فهو الغرض الذي تكونت من أجله الشركة ويسعى الشرقاء إلى تحقيقه النقل أو التوريد أو الشراء لأجل البيع إلى آخر هذه الأنواع من العمليات التجارية ويشترط في محل عقد الشركة ثلاثة شروط الشرط الأول أن يكون محل عقد الشركة مما يدخل في دائرة التعامل فإذا كان محل عقد الشركة يخرج عن دائرة التعامل كالإذجار في المخدرات مثلا فهذا يعد أمرا يبطل المحل كذلك يجب أن يكون محل عقد الشركة معينا ومحددا فلا يصح أن يكون محل الشركة القيام بالأعمال التجارية دون تحديد لنوع العمل التجاري الذي سوف تقوم به الشركة الشرط الثالث في المحل أن يكون المحل ممكنا أو قابلا للتحقيق فاستحال التحقيق غرض الشركة يعرضها للبطلان فعلى سبيل المثال لو أن هناك حق امتياز تم إلغاء هذا الحق وكان محل عقد الشركة استغلال حق الامتيازه هذا فإن محل الشركة في هذه الحالة يعتبر غير ممكنا أو غير قابلا للتحقيق كذلك لا يجوز أن تنشأ شركة لبيع السمك في الماء أو لبيع الطير في الهواء لأن مثل هذه الأمور غير مقدور على تسليمها مما يبطل المحل الرقم الثالث من الأركان الموضوعية العامة للشركة وهو ما يسمى بالسبب ويراد بالسبب هنا الغاية المباشرة أو الصمرة المرجوة من تكوين الشركة والمتمثلة في تحقيق الربح وقسمته بين الشركة وبهذا المعنى يكون سبب تكوين الشركة دائما مشروعا أما إذا كان سبب تكوين الشركة غير مشروع كأن نقيم شركة للإتجار في المخدرات أو للتصنط على أجهزة المخابرات أو لإفشاء الأسرار أو لمنافسة غير المشروعة فكل هذه الأمور تجعل سبب الشركة غير مشروع مما يؤدي إلى بطلان عقد الشركة أما الرقم الرابع من الأركان الموضوعية العامة وهو ما يسمى بالأهلية والأهلية كما سبق وأن تحدثنا عنها من قبل هي قدرة الشخص على مباشرة التصرفات القانونية فلا يكون عقد الشركة صحيحا إلا إذا كان للشركاء أهلية التعاقد فالرضاق كونه ركنا من الأركان العامة لا يعتد به ما لم يكن صادرا ممن يتمتع بالأهلية اللازمة لمباشرة التصرفات القانونية فإذا كان أحد الشركاء غير أهل بأن يكون شخص قاصر أو بلغ سن السامنة عشر من عمري لكنه به عارض من عوارض الأهلية كالجنون أو العتع أو السفة فإن ذلك يفقده الأهلية ويؤدي ذلك إلى بطلان عقد الشركة ترجمة نانسي قنقر